من بيروت معنا لمناقشة كل هذا المشهد عضو تكتل الجمهورية القوية في البرلمان اللبناني النائب غياث ياسبك سعد النائب مساء الخير أهلا بك معنا في الأخبار ليلى على شاشة الحدث سبعة قتلى لحزب الله بأربع وعشرين ساعة وعشرات القتلى للحزب أصلا بالأسابيع الماضية اليوم نحن أمام تصعيد جديد بين حزب الله وإسرائيل أو هذا الأمر كان من المتوقع أن نصل إليه بهذه المرحلة دعيني أقول بالأول سيدتي أنه عدد القتلى الذي يسقط لحزب الله هو نتيجة سقوط العقيدة القتالية تبع حزب الله وترك نفسه يستدرج إلى لعبة استنزاف مع جيش فيما لعبة الأساس التي تقوم عليها حركات المقاومة هي لمقاومة جيوش في حالة انغيماس تام داخل أرضها فتنقض عليها وتقاتلها وعندها يفرض المقاوم نسقه القتالي على الجيوش المجتاحة أو الجيوش الاحتلال ما نراه اليوم منذ 27 إلى الآن أن حزب الله ليس عنده القدرة على الهجوم الواسع داخل الأراضي الإسرائيلية وليس عنده قدرة على تغيير واقع الجبهة فهو ترك نفسه ينساق إلى عملية استنزاف هذه العمليات الاستنزاف سيدتي هي وحدها الجيوش يمكن أن تتحملها وفي مناطق غير مأهولة وغير لا سكانة فيها أما حزب الله اليوم فهو مخروق مخابراتيا مسيطر عليه من الجو بواسطة المسيرات المتطورة هو مضطر لكي يشاغل إسرائيل بمفهوم المشاغلة الخروج من الأنفاق والمخابئ التي عادة يختبئ فيها لملاقات العدو على أرضه في حالات الخروج هذه تؤدي إلى انكشاف والأخطر من كل ذلك سيدتي هو الانكشاف المخابراتي هم قيادة حزب الله بلسان سيد حسن نصر الله طلبت من كل القيادات ومن أهالي المقاتلين في حزب الله عدم استخدام الهواتف وإذا بهذه النظرية إذا طبقت غير فعالة فإذا هناك أمر خطير يجري على الأرض داخل مناطق القتال في حزب الله وهي عملية اختراق تجسسية استخبارية لصالح إسرائيل داخل الأراضي التي يتحرك عليها حزب الله وهذه لا جواب آخر لهذا الكامل وهذا العدد الكبير بكل أسف لهذا الشباب الذين يقتلون عفوا تتحدث عن عملاء داخل بيئة حزب الله بهذه الحالة صحيح؟ نعم عملاء وجواسيس ومخبرين داخل بيئة حزب الله تساعد في عملية التي تعجز التكنولوجيا عن القيام بها عندما يتوقف المقاتلون كما هو الحال أو افتراضا أنهم توقفوا عن استخدام الهواتف الخلوية التي كانت السبب الأول في اختراقهم والتسبب في سقوط هذا العدد الكبير من القتلى فيما بينه حين عاد الحديث لزيارة جديدة لهوكستين إلى بيروت قريبا قيل من بعض الأوساط أنه اليوم السبب الذي يعيق عودة هوكستين بسرعة هو تحفظات لبنانية على التسوية التي كانت مطروحة بوقت سابق بين حزب الله وإسرائيل هل من تحفظات لبنانية هنا طبعا السؤال حول تحفظات من حزب الله ولكن أيضا في الواجهة الحكومة اللبنانية هل لديها أيضا تحفظات سيدتي في شيء مؤسف ومضحك ومبكي أنه عندما نتكلم عن مبادرة أمريكية أو منصق أمريكي أو مبادرة هوكستين تحديدا المخاطب داخل الأراضي اللبنانية وحزب الله وليست الحكومة اللبنانية وكل مرة تدخل الحكومة اللبنانية بدلا من أن تقول الأمر لي ونحن نرفض إلا أن يتم تطبيق القرار 1701 وتسلم الجيش اللبناني كل منطقة جنوب الليطاني نرى نفسنا أمام التصريح الذي أطلقه وزير خارجيتنا اليوم أن لبنان مستعد للحرب ومستعد لمساعدة غزة ولبنان قادر على مواجهة إسرائيل هذا كلام يفشل مبادرة هوكستين ويفشل مبادرة الخماسية الدولية ويكشف لبنان فيما لبنان غير قادر اليوم على تأمين الأمصال والمزوط والمحروقات لمستشفياته اليوم ما يعوق هوكستين هو أمر واضح حزب الله حتى الآن أو إيران حتى الآن ترفض أن ينصح بحزب الله من منطقة 1701 من دون تحقيق مكاسب في المقابل نتنياهو يرفض أن يسلم حزب الله هذه الورقة بحيث يخرج رابحا كما خرج في العام 2006 وإذن به يجري نفسه مضطرا بعد سنة أو اثنين أو عشرة إلى مواجهة أدو مثل حزب الله أقوى منه وأكثر تسلحا إذا ظرلت منظومة التسليح تأتي إلى حزب الله بالوتيرة التي يتسلم السلاح فيها إذن الاستعصاء هنا أن بكل أسف حرب الاستنزاف لا يمكننا أن نتحمل لأنها تريح إسرائيل إثنين نحن غير قادرين اليوم على تغيير واقع الحرب على الأرض ونرفض التعاطي مع الدول هذا العمل بكل أسف سيدتي الموقف اللي عم تاخده إيران وحزب الله يخدم تعنت نتنياهو في المقابل في المكان الآخر وهن يطوروا هذا التعنت ويقولوا أنه نحن هجرنا أكثر من 100 ألف إسرائيلي من المستوطنات الشمال فيما نحن فقدنا وتهجر لنا أكثر من 100 ألف لبناني حتى الساعة وتم تدمير أكثر من 3000 منزل نحن أمام هذا الاستعصاء والتعنت الذي يواجه به حزب الله وتخلل التي تلجأ إليها الحكومة اللبنانية أو السزاجة أو السخافة والسطحية التي تتعاطفها مع هذا الأمر يخدم إسرائيل بحيث يتمكن نتنياهو من تنفيذ سياسته وستراتيجيته التي تجعله بمكان مريح فهو اليوم أمام المجتمع الدولي يقول حزب الله هجر لي 100 ألف وهو غير قابل ولا يتحمل أن تبقى هذه القوة التي اسمها حزب الله مسلحة في المقابل على حدود لبنانية الإسرائيلية من دون أن يحقق هو انتصارا إذن نحن أمام عملية استنزاف طويلة ليست لمصلحة حزب الله لبنان هو الخاسر فيه اقتصاديا يعني لا إمكانية لتسوية ساعة نائب ولبنان وحزب الله خاسر فيها عسكريا حضرتك تستبعد أي تسوية قادمة تسمعوني أتمنى ترجع تعيد السؤال نعم أسألك إذا كنت إذن بهذه الحالة تستبعد إمكانية الوصول إلى تسوية تتعلق بلبنان طبعا لا يمكن اليوم لا يقبل نتنياهو أن يخرج مكسورا ومن دون أن يحقق أقله تطبيق 1701 أو بالحد الأدنى خلق هذه المساحة من الأرض على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعرض 10 أو 12 كم كما يطلب خالية من السلاح لذلك أمام هذا الاستعصاء لا الأمريكي قادر على فرض أي شيء على الإسرائيل ولا إيران راغبة في تحقيق ما يجعل إسرائيل تخرج في موقع المنتصر هذا هو الاستعصاء اليوم يفشل كل المبادرات ويفتح الأمور في لبنان الوضع في لبنان على عملية استنزاف طويلة وهذه العملية الاستنزاف إذا رأينا من خلال من 27 لليوم انتقلت من 2 كم على جانبي الحدود إلى 20 كم على جانبي الحدود لضرورة البحث والتفتيش عن بنوك وأهداف جديدة لإسرائيل لتستغل هذه الفرصة لأحداث أكبر ضرر ممكن في الاقتصاد اللبناني وفي بنية حزب الله العسكرية تخطط ذلك بكثير ما بين قصف الضاحية وقصف بعلبك على كل حال الأسف نعم تخطط كل هذه المساحة ونحن نخشى في حال نعم تفضل بإكمال فكرة ساعة ناب نحن نخشى أن تتطور هذه العملية اليوم إلى الدرجة الثالثة بحيث تفرض علينا إسرائيل حرب مفتوحة نعم بشروط التي تريحها وبما يدمر لبنان ويحدث فيه أضرارا كبيرة هو غير قادر على تحملها الآن لذلك نحن ندعو الحكومة اللبنانية إلى التعقل وندعو حزب الله وإيران إلى الخوف الله في لبنان لأنه ما بعد هذه المرحلة سنشهد دمارا كبيرا لا يمكن لأحد أن يتحمله وأكبر الخاسرين فيه هو آلة حزب الله التي تراهن علي إيران بأن تبقى قوة قوة إقليمية تستنفد أو تغرف علة وجودها من وجودها على الحدود مع إسرائيل شكرا جزيلا لك ضيفنا من بيروت عضو تكتل الجمهورية القوية في البرلمان لبناني النائب غياث ياسبك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر